وبالمناسبة صحيح ولدي أنا حقولها مباشرة لأن أنا صديق العزيز الكابتن سيف زاهر الحقيقة النهارده ما بين شوتين أنا بتفرج على المباراة في اونسبورت خلينا يكون واضح فصديق العزيز الكابتن سيف زاهر قال إيه استحواز كبير للنادي الإسماعيلي طيب أنا أو الإسماعيلي كان أفضل في الشوت الأول واستحواز elenaدي الإسماعيلي كان أفضل الشوت الأول طيب أنا أكاسف جدا أنا كابتن سيف أنا عايز أوري لحضراتكم مش هينفع ناخدها عشان نلحوه لكن للأسف الشديد انا كنت نفسي اخدها انا كنت عايز اوري للكابتن سيف النسب اللي تقالت او اللي طلع من قناة اون سبورت ما بين شوطي المباراة استحواز النادي الاهلي على النادي الاسماعيلي 51 49 لصالح النادي الاهلي طب الكورنرز كام ها الكورنرز كام يا شباب حد يقول لي الكورنرز سبعة كورنر للنادي الاهلي ولا يوجد كورنر للنادي الاسماعيلي انا اسف انا اسف سبعة كورنر لشباب النادي الاهلي والنادي الاسماعيلي ولا كورنر ولا كورنر انا بس بقول لي الكابتن سيف عشان يبقى يمكن يبقى ما خدش باله او ما حدش قال له فودانه فما يقللش ابدا على فكرة انا لا اقلل من النادي الاسماعيلي في اي شيء في أي شيء ولا هجيب سيرة النادي الإسماعيلي ولا هقول البيان اللي عمله النادي الإسماعيلي ويقولك دربة الجزاء مش صحيحة ولا الكلام ده هو حاجة تخص النادي الإسماعيلي ورئيسه وأن هي لإلهاء جمهور النادي الإسماعيلي أكتر من أي شيء أخي مش حقا مليش دعوة بالكلام ده وعلى فكرة جمهور إسماعيلي ده جمهور واعي جدا وفاهم جدا أنا مليش علاقة بالكلام ده ومش هتكلم عنه وبرضه ما يهمنيش الكلام اللي بيقول لك اصل موضوع الاحتواء لسه ماشي في ظل ان لم يتم طرد بهر المحمدي وان راكلة الجزاء غير صحيحة لا هي راكلة الجزاء صحيحة وكان يجب كل ده مش هتكلم فيه والله مفارق معايا ما عنديش مشكلة لكن كل اللي انا عايزه ان النادي الاسماعيل ايه زي ما بياخد حقه في التحليل شباب الاهل ياخد حقه في التحليل برضو الشباب دول من حقهم ان هم الناس تتبسط بيهم والناس تعرفهم ده انا قيل الكلام ده في الحلقة اللي فاتت وقيل لكل زملائي واصدقاء المحللين هذا الكلام اجاب معا انت بتكلم على شباب النادي الاهلي والشباب بيبقى كل واحد شاب كده محتاج ان هو يشوف الناس ويبتتكلم عنه يبقى مبسوط اهله بيبقوا مبسوطين احنا كلنا عدينا بهذا الامر وبنبقى سعداء انا مبارح كنت قاصد ان انا مجيبش سيرة لاعب لانه بتكلم عن الناشئين كلهم بشكل عام لكن اللاعبة بتبقى مبسوطة وفرحانة لما يسمع اسمه بابا بيبقى مبسوط ووالدته بتبقى مبسوطة بيفتكروا التعب اللي تعبوه خلال السنين اللي فاتوا علشان يشوفوا ابنهم وهو بيلعب في النادي الاهلي